أبل شعلت الشاحن من الصندوق وشعلت السماعة، ولكن هناك سوق حصل على السماعة وأيضاً في أسواق ثانية ما حصل فيها هذا الأمر وبالتأكيد، هناك شركات تبعت أبل وشعلت نفس الحركة وشعلت الشاحن وسأتحدث لكم عن الميت 40 القادم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم أبدأها أول شيء مع أبل، أكيد من ناحية الخصائص على الأجهزة والشيء المتوقع لهم بالتأكيد، بإذن الله يوم 23 أكتوبر سترى المحتوى بشكل مجنون إذا لم يكن هناك أشياء حصرية قبل وأيضاً الأمر الثاني أن لو تكلمنا على شعلة السماعة والشاحن من العلبة، بصراحة شيء مزعج أكيد، كثير، أعرف كثير من أجهزة، كثير من أجهزة، لكن بصراحة أحسن واحدة كانت تيوتا المهم أن نتكلم على شعلة الشاحن والسماعة من العلبة والبيئة، أمر أكيد أبل تقوله ما نتقبله، ولكن أبل سوته، وللأسف أبل عندما تسوي شيء كثير من الشركات، تتبعها هذا أقول للأسف، ولكن الأشياء الكثيرة لا تكون للأسف، ولكن الأشياء كذلك ستزعلنا الأمر الثاني، خلال البحث والتقصي على مواقع أبل، عرفنا أن المتجر الفرنسي مع العلبة نفسها تأتي السماعة وليس فقط على سلسلة الآيفون 12، لكن على كامل الجوالات الموجودة في نفس الموقع على عكس المواقع الأخرى التي شالت هذه الأمور من العلبة، فصار يكون فقط جوال وسلك وأيضاً الأسواق التي لم يصدر فيها الآيفون 12، وهناك أسواق التي لم يصدر فيها الآيفون 12، ومواقعها لم يحددت عندما تأتي الآيفون 12، فالجوالات مثل هذه الأسواق، شاحن، سلك، علبة، سماعة، كلهم موجود ما هو الشيء الذي يحدث؟ أبل تقول لنا البيئة، وأيضاً نستنى هل هناك شركات تتبعهم أم لا؟ دعني أن تنتظروا أكثر، لأن شركة LG في الهند أصدرت جوال بدون شاحن في العلبة ونتحدث عن السوق الهندي، وهي منافسة عالية، وهي أكثر من مليار نسمة، وهي جوال بدون شاحن؟ نعم فالأمور بدأت يا جماعة، بدأت، بدأت الأمور دعنا نذهب إلى تحليل تقني خدمة 5G تم إضافتها على نفس الآيفون 12، وأيضاً تم إضافة بعض التقنيات الأخرى في نفس الجوال من تطوير الكاميرا وأمور ثانية بنفس الوقت، لم يزاد سعر الآيفون ولا واحد من السلسلة، بل أنه أصدرت لنا في أسعرية جديدة مع نفس الآيفون 12 ميني مع هذه الأمور، أبل شارت الأشياء من العلبة؟ هل الموضوع مالي أكثر من أنه موضوع له علاقة في البيئة؟ لا ندري وأكيد أي شركة تقدر تعطي سبب سببين ثلاثة أربعة أو تعلن سبب وتترك عشرين سبب ثانيين سيدي دراسات السوق والشيء الذي يرونه، سيجب لهم أرباح وأشياء أحسن نكمل أبل، نكمل على الأشياء الأخرى شركة لوسيد، والتي أعلنت عن سياراتها الكهربائية المخصصة للرفاهية في شهر سبتمبر تعلن عن نسخة الرفاهية الرفاهية من نفس سيارتهم سيارة تأتي في عام 2021-2022 سيارة سعرها بـ 139 ألف دولار فنتقل على أكثر من نصف مليون ريال لسيارة كهربائية، هذا يبدو أن نضيف الضرائم والأمر الذي تسعى لوسيد هو أن السيارات الرفاهية الكهربائية مأخوذة من عندهم ويكون هم لا يلعبون على هذا الوتر ولا على هذا السوق وأمورهم ماشية وون بلس، والتي أعلنت عن وون بلس اي تي، والتي أعلنت عن خصائص لا تجابها على الهاتف بطريقتهم وبسعرهم نتحدث عن 600 إلى 700 يورو، نتحدث عن 4500 ميلي أمبير بطارية شحن بقدرة الـ 65 واط و 39 دقيقة، وهو مشحون وأيضاً نتحدث عن 120 هرتز كتردد للشاشة، ونتحدث عن كاميرات أخرى قوية 48 ميجا بيكسل، نتحدث عن ذاكرة 12 جيجا بايت، نتحدث عن شاشة 6.55 إنش وهذا كله جابته وون بلس من 600 إلى 700 يورو السعر، والمفروض أن الهاتف على 16 أكتوبر يأتي شركة وون بلس للحين ماشية على سياستها، لا يريد أن يقرقوا السوق، لا يريد أن ينتشروا بشكل كبير يريد أن يكون لهم فان بيس معجبين، وهذه المعجبين هم الأساس في نفس البراند بولائهم وبإعطائهم جديد التقنيات الشركات الصينية من عادتها انكبرت بحجم جداً كبير، يفصلوا بعض البراندات عن بعض فمثلاً، كلنا عارفين شاومي ريلمي، وعارفين شاومي والنوت، وعندهم أشياء كثيرة من ناحية السلسلات ريلمي انفصلت عن نفس الشاومي، فصار اسم البراند ريلمي وبكذا صاروا كمان يبيعوا بشكل كبير الموضوع هذا واضح أنه مؤثر على شباب وون بلس، ونتحدث عن كارل باي، الذي طلع من الشركة وأعلن أنه يفتح شركة الخاصة فيه أو خط الجوالات السير الخاص فيه هو ومؤسس وون بلس صار لهم ثمان سنوات، ومع بعض شغالين أمورهم مثل العسل، وماشاء الله سوى البراند بشكل جداً قوي الآن نتكلم عن براند جديد بيطلع في نفس كارل باي، ونتكلم عن قدرات عالية المفروض بيجيبها لقطاع الجوالات لأن كثير من التقنيات التي نرى على نفس الوون بلس، كان مطورها والذي يسعى لتحسينها نفسه كارل كوريا الجنوبية تقول أن قراراتنا تابعة لنا مع مسألة الشبكات 5G ومن من الشركات الاتصالات الكورية تأخذ تقنياتها هذا الرد للمسؤول الكوري الذي يوضح أن شركات الاتصالات في كوريا لهم الحق في اختيار أي مزود قطع تقنيات لكي يستعينوا فيه لشبكة 5G هذا الأمر جاء رد على الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول تفرض على كوريا أنهم لا يتعاملوا مع هواوي من نفس الموجة الكبيرة التي تعملها باتجاه هواوي كشركة لأن هناك تسريب بيانات ومعلومات وشيئ كثيرة نرى ونسمعها منهم، ولكن لا يوجد أي إثباتات واقعية قدمت لنا ياها الولايات المتحدة الأمريكية للحين فالمحاربة على هواوي جداً كبيرة فالحين كوريا قالت لا الله يرضى عليكم، نحن لدينا شغلنا وتقنيات أمورنا تماماً ونأخذ من اللي نبغى ونحن حرين ما رأيكم هذه المسألة؟ هل هذا الرد يعتبره شيء جيداً أو لا؟ من جهة نظرية أرى صراحة قوة جداً كويسة، ما كوريا نفسها مصنعة للتقنية الحدث القادم الذي كنا نترقب له هو إطلاق هواوي ميت ونتحدث عن تشويقية تطلع كاميرات أوكتا أو هيكسا، يعني نتحدث عن 6 كاميرات تكون موجودة في الماجل الخلفي والشكل الخلفي الذي موجود على ميت أو أحد الأجهزة أو خط جديد من الأجهزة التي يمكن تعلق عنه هواوي حين هواوي أعلنوا بشكل مسبق قبل المؤتمر وطلعت تسريبات عن هواوي ستوديو، سماعات خاصة من هواوي تأكد لي أنه سيكون في أبل ستوديو، نعم، سيكون هناك سماعات من أبل اسمها أبل ستوديو ولأنه الاسم طلعت فيه هواوي الآن قبل لا يصبح هناك حركات من أنه أبل طلعت بحاجة بعد أن يظهروا فيها فالحين يمكن تسريبات الكثيرة من أبل عن سماعات ستوديو حين تغير الاسم ويصبح شيء ثاني أرجع لهواوي، أقول أنه في المؤتمر المفروض يظهر أكثر من منتج أول المنتجات هي الميت 40 وثم الميت 40 برو أيضاً الميت 30E، هذا نسخة جديدة من الميت 30 نريد أن نرى الأشياء التي يشهدوها ويضعها في نسخة الميت 30E بالإضافة إلى إصدار هواوي ستوديو سماعات كاملة سنرى ما سيحدث معها هواوي تقنياتهم وقدراتهم التصنيعية جداً عالية لا أحد ينكر هذا الشيء، لا أحد ينكر الربكة الكبيرة التي يعملها في قطاع الجوالات وعالم التقنية وأكيد كان الوضع مختلف تماماً لو أن هواوي لم تم عرقلتهم من خلال بعض الشركات يوتيوب يمكن أن تفعل شيء ليس متوقع أبداً بأنها تحول المنصة إلى منصة التسوق بشكل أكبر وموسع نحن متعودين على أن يأتينا دعاية قبل الفيديو دعاية في نص الفيديو، ويظهر لنا بانر هنا تحت، ويظهر لنا دعايات آدز تحت هذه الأشياء متعودين عليها، ولكن يوتيوب يمكن يسعى إلى أمر أبعد من كذا وسيكون مزعجة بصراحة، عندما نتحدث عن بضائع يتم وضعها في نفس الفيديو على سبيل المثال، سأقوم بعمل آيكون على هذه الأشياء وتضغطوا عليها وتذهب إلى المرسنت نفسها على سبيل الشراء وهنا نتحدث عن شيء مختلف من يوتيوب، يعني ناقصنا نحن في دعايات وبثارة والآد بلاكرزن نحاول أن نفعلها بشكل أكبر شيء مره مستغرب بالنسبة لي يوتيوب على كثرة الأرباح والأشياء التي يعملونها بسببت المنافسين في قطاع بث المحتوى نتفليكس، هولو، أمازون برايم وغيرهم من أو شاهد وأيضاً، ماذا يوجد شيء عربية؟ شاهد، ماذا يوجد شيء؟ لا يوجد شيء لذلك ولكن هؤلاء الأساسيين الموجودين حالياً نتحدث عن قدرة جداً عالية راحة على يوتيوب من ناحية الوصول للمستخدمين فبالتالي يظهر أنهم يعوضون ويضبطون نفسهم كمتجر أكثر من أي شيء ولكن ننسى، لم نرى متجر من جوجل فهذا يكون متجرهم الأول في محتوىهم أساساً يعني متجرين نحط فيه ضائع وننتحدث عن أشياءهم الخاصة فيهم بيكسل على فكرة بيكسل نهاية الشهر، أمورنا تمام؟ الله يسر يا رب، ونرى ما يحدث في اليوتيوب وأيضاً، بما أنكم وصلتوا لنهاية الفيديو ووصلتوا للجزئية هذه، شكراً لكم من القلب نتحدث عن شيء بسيط، ونصل إلى ثلاثة مليون ثلاثة مليون مشتركة على هذه القناة بإذن واحد الله يارب العالمين ينفع بنا أجمعين وإن شاء الله المحتوى، الشيء الذي قدمه على أكثر من عشر سنوات الماضية ستكون فيها فائدة للجميع وأيضاً، سبحان الله، شيء لم يكن موجود وشيء استحدث وصارت أعمال كاملة بهذا الأمر في عالمنا العربي نهاية الفيديو وكل فيديو، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أن تستغفركم وأتوب إليك أريد أن تشاهدوا واحد من الفيديوين أو تشاهدوا الملخص عن مؤتمر أبل أو أنصحكم أن تشاهدوا الفيديو الثاني الأشياء التي كانت بين السطور مع مؤتمر إعلان آيفون 12 أراكم على الأشياء